أعانوا من الغربة والبعد عن منازلهم ليقطنوا هنا في سكانات طلابية ووحدات سكنية خاصة أثناء دراستهم المرحلة الجامعية بكليات جامعة سيئون إلا أن هؤلاء تأثروا بالوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة وأصبحوا يقتصيدون بالأكل لوجبتين يوميا خوفا من هدر المال فأصبح تدخل نادي الطالب الجامعي ملحا في وضع مزر يعيشه المئات من الطلاب بالسكانات الجامعية وفي الحقيقة جاءت في الوقت المناسب بعد معاناة الطلاب من بداية الفصل الأول وهم يعانون في دفع الرسوم للتغذية الطالب أصبح مشتت بين دفع قيمة الغذاء أو دفع ما يتعلق بالدراسة وبالتالي ارتفعت أيضا كلفة التعليم على الطالب وهذا شكل صعوبة أمام كثير من الطلاب أطنان من المواد الغذائية الأساسية وكماليات الغذاء وفرتها الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة عبر منتد الطالب الجامعي ليخدم المشروع أكثر من ثلاثة ألاف طالب في مختلف السكانات والعزب الطلابية لتوفير تغذية ملائمة تساعدهم في إكمال مسيرتهم الجامعية وتخفيف تكاليف الغذاء المرتفعة نشكر الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بتمويلهم لنا لهذا الدعم دعم السكنات التابعة لجامع سيون وهي السنة الثالثة على التوالي وهي الشهر الأول من هذه السنة وهي السكنات التابعة لجامع سيون نشكر شركة الأسمنت حضرموت لدعمها وهذي الدعم سيخفف من معاناة الطلاب ومطلب المزيد أو شيء مزيد من الدعم سيخفف عن معاناة الطلاب وأدى ارتفاع الأسعار إلى إيقاف بعض الدارسين بكليات الجامعة قيدهم للتكاليف المرتفعة والتي زالت أعباءها ارتفاع مخصصات السكن الجامعي تزامنا مع ارتفاع سعار المواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات طبعا الطالب في هذا السكن تعب كثير يدفع مبالغ كثيرة والعال قدر حتى من الطرق بعضهم يوقف القيد بسبب هذا التغذية ومعاناتهم كثير فيها مع هل هو يقدر يأخذ ملازم أو يقدر يصال يتغذيهني أو مصروفها الخاصة أو كذا دعم متواصل ومتكرر تقدم الشركة العربية اليمنية الإسمنت المحدودة لمختلف القطاعات والتي بدورها تساهم في تخفيف عبء جديد على أفراد المجتمع المحلي بداخل محافظة حضر موت والعمل على تطوير أفراده لخدمة المواطن والوطن مستقبلا